اوه هوني عدا كنت عمرت يا هاي دي تسعة عشر سنة مظاهرة الطيار وطن الحر كنت عم تشارك بمظاهرة كنت بسؤول الطلاب انا بجامعة الاسوعية ببلا بسؤول الطلاب الطيار بس مش هون بعدها كان عمت اصغر كنت بعدني عدو هون من زمان بتشارك بي يعني بتهتم بالسياسة انا؟ انا انا مهووس بالسياسة انا انا كنت ناقش مقالات ساركيس نعوم من أولا نصيف وجورج نصيف انا وبين كان عمليش 13 سنة اوه ما فكرت تكون عندك منصب سياسي او تترشح ما بيطعم يخبز هون فكرت كنت اعمل جوناليزم كنت اعمل صحافة واشتغل بالصحافة السياسية هاي دي عن جد ما بتعم يخبز الا اذا كنت مرتشية وماش مزبوطة اذا كنت بوق ملتوية غير هيك ما بتعم يخبز هوني كنت مآمن بالطيار الوطني الحر اوه شو كنت مآمن كان هون كان ضحك علي ميش العم بقوة وبعد اينا كيف اكتشفت انه ضحك عليك هاي صورتك معه كان كان ضحك كذب علي لفترة كبيرة ايه لانه هون 2015 ضحك يكذب علينا ضحك مكذب علي بشو كذب لكن ميش العم مش انه كذب بس ميش العم بيمارس السياسي مثل ومثل غيره ونحنا كنا نفكرينه مختلف عن غيره هون كذب انه نحنا كنا نفكرينه مختلف عن غيره هون طوله مثل غيره يعني يرفع شعار التحرير للمواربة عن شعار وصوله الى الرئاسة يرفع شعار مكافحة الفساد من اجل تحصيل حصة من الفساد يعني انت اليوم عم ترفع واحد رفع شعار مكافحة الفساد لسكتوه بإدخاله بقلب الدولة بالتوظيف العشوائي بأجاره غير أجاره بالتوظيفات بانه يكون عنده متعهد مثل باقي القوات السياسية يعني هو اليوم فلان كان عنده العرب هو كان عنده داني خوري فلان كيف فات بالدولة كان عنده زباط صار هو عنده زابط يعني مدير عام مين اللي عنده العرب تاريخيا حريري تاريخيا قال الحريري وبعدين العرب صار مع الكلبس تاريخيا قال الحريري كان عنده متعهد الجمهورية صار هو عنده متعهد الجمهورية كمان كيف انه عنده هو اخد بس رفع شعار مكافحة الفساد لا يقول له يا خي سكوت عن نتاع سكوت خد حصة وهيك صار بالاتفاق الكبير الذي حصل والتسويل الكبرى هو بيقول انه كيف حل فساد هو حر يقول لي بده ايه هو حر يقول لي بده ايه وانا حر شوف هو انتقد الوراة عن كل الناس هو ورت متل ومتل غيره هلا ديانا مشالعون بالالفين وخمسة انتخبوا سبعين بالمئة من المسيحيين يعني حول الى خمسمائة ألف نسمة مظبوط انتهى بالالفين واثنين وعشرين انتخبوا مئة وخمسة وعشرين ألف نسمة شو بس دحك علي ما في أربعمائة ألف واحد دحك عليهم غير رأيهم شو بس أنا انتو عم تعتبروا انتو عم تستضيف فقدوا هشام هشام غير رأيهم شو بس أنا غيرت رأيهم في كتير نشكوا كمان ثلاثم ألف واحد شو بقولوا غيروا رأيهم وبطلوا مئمنين بميشيل عون من ورا جبران برأيك من وراك انا ماني مآمن بها بقولي انا مآمن انه انه القصة مننا جبران هو بس مثل ما قلت عنه يمثل كنت أصحاب كامير ما أولى جبران ايه بشو على ان احنا هون عم تحكي كنا جزء من كل شي يعني من كل شيء له علاقة بالتيار بس انو بشلعون كان بقلنا السماء السوداء انو مزبوط منا زراء كان يقلنا بوقتها جبران مياه كنا نسده يعني كيف عنهار ايك قررت انو خلاص انا ورد جبران بالقوة انا بس ورد جبران هون كيبع ما وردوا بايدوا هون كان جبران بعضو حدا بالتيارة بس ورد جبران بالقوة انا رفضت بهيدا نهار قررت انو خلاص بس هيدا في بقلبه التوريس صار في بقلبه كتير الشاب الكواليس انتو متعرف هو يعني متلشو يعني متلشو اجتماع اللي صار بي وطالة بجونة كيف تصل بكل قيادة انو يبتمشوا بجبران يعني انا بدي اضطبل بكل ضيعة والقصص كتير طويلة ما بدي يفوت فيها اوه هذا اللي خليك تنقى زود بالقوة بالقوة يعني مش بالقوة فورد جبران بالقوة على كله على زياد اسود وعلى نعيم وعلى على الام وعلى كله في ديمقراطية قوية كتير كتير قوية بالقوة 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 بالسرمي ليه شو رأيك شو سر هاله هيدا بلان كان عنده خطة وما في حدا يلا جبران ينفذه موسيقى 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 موسيقى